سلام عليكم معكم الشيف المصطفى من مطبخ الأكلات العراقية سأقدم لكم طريقة عمل تشريب لوبية هنا عندي ثلاثة كوب لوبية نقعتها بمي غزير من الليل نقعتها و راح تركها ثاني يوم حتى أسلقها هاي ثاني يوم من بعد ما نقعد شوف شنون صارت ضاعف حجم كل حباية من اللوبية و كثرت و بديت هنا راح أطبخها طبعا أنا غسلتها و صفيتها من هذا المي اللي بيها من التنقيع و خليتها بهذا الجدر و ضفت لها مي بارد غزير و راح تركها على النار الى ان تنضج نفس طريقة اعداد تشريب الباقلة هنا ضفت لها من بعد ما استوت ضفت لها اثنين ملعقة أكل ملح و راح اقلبها و اتركها وقت قصير الى ان شوية تنضج اكثر و بعدين اقدمها هسا هي ناضجة يعني مستوية شوفوها و راح اقدمها اشلون راح اقدمها راح تشوفون الطريقة لان هو سلقها سهل وتنقيعها بس طريقة تقديمها يصير شوية بها تفاصيل اهنا ممكن اضيف لها مي اذا قل المي مالتها لان انا احتاج المي بتنقيع الخبز هنا سخنة سمن هنا بديت احضرها عنده خبز عراقي و اذا بيه سواد مثل هذا اشيلة وهنا قطعت الخبز العراقي و ضفته نقعته بالمي مالت اللوبية و طبعا دائما اللوبية الحمرة نستعملها ما نستعمل البيضة و كلكم العراقين تعرفون هاي الطريقة و انا هادا شوفكم طريقتي يعني و حسب انتو شون سووها طبعا كل واحد و طريقته هنا من بعد ما نقع الخبز بديت اصبه بالصينية او طبق كبير الحجم حسب عدد افراد العائلة هذا و انا عندي السمن ساخن هنا من بعد ما فرغت الخبز كله بهذا الطبق مثل ما تشوفون بهاي الصينية او اي طبق مثل ما قلت لكم هايا خليت اللوبية فوقها و فارقعت احنا نقول بالعراقي يعني سخنت السمن او الزيت او اي انتو شنو اللي ناسبكم صحيا اضيفوه سمن او زيت وهنا اصرت عصير الليمون فوقها و قليت بيض و ضفته و زينته بالطرشي والليمون والبصل وهذا شكلها النهائي جربوها ان شاء الله تعجبكم و الف عافية موسيقى 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 اشتركوا في القناة